مرحبا عزيزيالطلاب اهنا وسهلا بكم بالدرس جديد من دروس صف الثانية متوسط وصلنا الى الوحدة الثالثة ليسن 1 اذن درس الاول the sports center معناه مركز الرياضات number 1 which sports connect the world write the names of the sports اريد من عندي استخرج اسم الرياضة اللي بها ذن الكلمات اللي تتوافق مع ذنة الكلمات run يركض jump يقفز throw بمعنى يرمي هي athletics هي ألعاب رياضية أو ألعاب القوة ball كرة basket سلة two teams فريقين هي basket ball كرة السلة عرفتوا شون دا أحل دا أحزر الرياضة من خلال الكلمات sea بحر boat قارب wind رياح sailing ball قلنا كرة net شبكة rocket هو مضرب التنس إذن هو تنس swim يسبح pool حوض race سباق swimming ball كرة elven players بمعنى أحد عشر لاعب و goal هو فيتبول زي خلونا ننتقل إلى التمرين الثاني التمرين الثاني write the sports in the correct column وهنا ال n silent مثل لفظ column زي اكتب الرياضات بذني الخانات قبل ما نحل هذا التمرين راح ننتقل إلى صفحة 41 ناخذ هاي القاعدة الصغيرة بعدين نرجو نحل هذا التمرين القاعدة أمامكم عندي قاعدة do و go و play أكو بعض الرياضات تأتي مع أفعال معينة تعالوا ناخذ أولا do is often used where no equipment is needed نستخدمها do مع الرياضات اللي ما تحتاج معدات الرياضات اللي ما تحتاج معدات play is often used for team sports or sports that use a ball نستخدمها ويا الرياضات اللي بيها ball اللي بيها كرة واللي بيها فريقين يعني كرة وفريقين زي go is often used with sports that end in ing أستخدمها مع الرياضات اللي بينتهي ب ing زين إذا ذنيت لث قواعد مهمة do أستخدمها ويا الرياضات اللي ما تحتاج معدات play أستخدمها ويا الرياضات اللي بيها team فريق واللي بيها كرة وقاو أستخدمها ويا الرياضات اللي تنتهي بال ing هس نرجع على التمرين الثاني رح نقرأ ونترجم آثليتيكس باسكتبول كرة السلة بوكسينج هي الملاكمة وشيس شترانج سايكلينج يعني قيادة الدراجة فتبول كرة القدم وغولف هو لعبة الغولف جوغينج بمعنى الحرولة وجودو هو لعبة الجودو كراتي هي الكاراتي وسكيتينج سكيتينج التزلج سكينج التزحلق سويمينج السباحة وتنس نفسها التنس ويوغا هو اليوغا رح نقسمهن الى ثلاثة اقسام قسم يروح ويا دو قسم يروح ويا بلاي وقسم يروح ويا قو تذكرون القاعدة اللي اخذناها جلنا اللي يروح ويا قو هي كلها اللي منتهي ب ing عدا بوكسينج صح هو منتهي ب ing بس يروح ويا دو هاي ملاحظة كتبوها زيان بلاي يروح وياها كل الاشياء اللي بيها كرة يعني فتبول بيها كرة وتنس بيها كرة والقولف كرة والباسكتبول كرة والجيس هو صح ما بي كرة يعني اللعبة الشطرنج لكن يروح ويا البلاي الجودو والبوكسينج والكاراتي او الكاراتي واليوغا والآثليتيكس العاب القوى تروح ويا دو تروح ويا دو اذا هذا هو حل التمرين ننتقل الى صفحة 41 واحد واربعين احنا فور اخذنا القاعدة اوكي وحلينا ايضا نروح على 5 answer the questions اجب على الاسئلة which sports do you do اي رياضة تسويها مثلا اي دو بوكسينج انا امارس الملاكمة زيان which sports do you want to do الرياضة اللي انتي او انت تريد تسويها شدنية ولماذا مثلا اي وانت دو يوغا انا اريد ان دو يوغا اسوي اليوغا اليوغا هي شون التأمل وياخذون نفس عميق ويقعدون في المكان طبيعاه هاي اليوغا واي اذكرون السبب مثلا relaxing sport because it's relaxing sport لان هي رياضة استرخى are there any sports that don't interest you هل هناك اي رياضة انت ما مهتم بها واي مثلا do athletics العاب القوة السبب مثلا because i think i'm weak اني اعتقد انه انا ضعيفة حتى اسوي بهاي هاي الرياضة فانتو بكيفكم اختاروا رياضة واختاروا ليش ما تريدون تسووها اكتبوا انه انتو ما تحبوها i don't like it ما احبها انتقلنا الى lesson 2 للدرس الثاني the time table بمعنى جدول المواعد answer the questions about the leaflet in your students book write short answers answer بمعنى اجب عن الاسئلة الموجودة عدكم بالكتاب الموجود بكتاب الطالب واكتب write short answers اجابات قصيرة تعالوا حتى ننتقل الى الاجابة how many beginners lessons are there كم عدد دروس beginners يعني الدروس الابتدائي هناك six beginners lesson ستة one volleyball واحد لكرة الطائرة two tennis واثنين للتنس two gymnastic جمباز زين how many advanced lessons are there عدد الدروس اللي advanced يعني المتقدمة four advanced lessons اربعة للدروس المتقدمة two gymnastic اثنين للجملاستيك او الجمباز two tennis واثنين للتنس how many team practice are there team practice يعني تدريب فرق التدريب four teams اربعة one volleyball واحدة كرة الطائرة one basketball واحدة كرة السلة وtwo swimming واثنين للسباحة تعالوا حتى نكمل الحل انتقلنا الى ثانيا correct the words that have the wrong spelling يريد من عندي اصحح الكلمة اللي بيهم لا خطأ زين حلونا ايضا نترجم الكلام come to the sport center at five o'clock الخطأ وان موجود بكلمة center هي c مو s center ملاحظة بالامريكي ممكن ينكتب الى وبعدين الار لكن بالبرطاني ينكتب الار وبعدين الى اوكي زين there is a beginner's lesson in jodo هناك ندرس بالجودو لعبة الجودو اه beginner's يعني للمبتدئ اه هنا نعد خطأ beginner هش تنكتب زين اممكن اياها s ايضا i'm beginners i really want to do on whenesday طبعا athletics athletics تنكتب هاي الطريقة هو جدا يريد يلعب رياضات القوة في يوم whenesday الاربعة i also have to practice playing basketball و practice okay بهالشكل تنكتب ايضا هو يريد ان يمارس لعبة basketball كرة السلة there is a team practice on saturday team تنكتب بهالشكل هناك team practice يعني فريق حتى تمارسون اللعبة on saturday في يوم السبت زي look at the photographs and write questions and answer about classes at the sport center use the leaflet new york students book to help you يريد من عندي اكتب اسئلة واجاوب عنها بكاني انه استخدم الكتاب اللي موجود عندنا بكتاب الطالب زي عن بالبداية when is the women's advanced tennis class متى يعني متى موعد درس المتقدمين للتنس علم للنساء بطينا مثال on friday from five o'clock to seven o'clock زي انا رح اسوي نفس هذا السؤال when is the هز هنا انا كتب women's انا رح اكتب boys باعتبار هنا عندي ولد advance advance اكتب athletics class درس العاب القوة on thursday from five o'clock to seven o'clock وهنا هاي الq هاي on مو q خطأ ما طبعي من الخمسة الى السبعة هذا التمرين مو كلش مهم لكن بس هو يطيكم شون تسوون سؤال شون تسئلون عن الدروس وشو كتبدي اي يوم تابهولي مثلا انا ويا اي 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 الاسبوع رح استخدم on on friday نان on thursday وهكذا انتقلنا الى صفحة 43 شو صير صير when is the women beginners volleyball class متى دروس كرة الطائرة للنساء طبعا للمبتدئين رجال on monday from seven to nine o'clock يوم الثنيان من السبعة لل تسعة when is the girls beginners karate class متى العاب الكاراتي للمبتدئين البنات on monday from five to seven o'clock when is the men's basketball class باعتبار هنا عدنا رجال شوك الباسكتبول اللعبة معلتهم on on tuesday شوفوا هاي اختصار هاي tuesday بها الشك from five to seven o'clock بس اضيفوا هنا من الخمسة الى ساعة سبعة زين آخر شي when is the boys team practice swimming class on thursday from seven to nine متى موعد درس السباحة لل فريق on thursday بيوم الخميس من السبعة الى التسعة زين for match the answer one to three to the questions a and c مثلا are you good at jodo هل انت جيد بالjodo i've never done it before ابدا ما مسويتها اللعبة من قبل ما لعبتها ابد how good are you at basketball how good are you لدي يعرف المستوامات بالbasketball i've never played it before ابدا ملاعب ها قبل شيفو انا جاوب بالplayed لين البasketball play basketball يلعب كرة تسلة عرفتو هنا انا دو jodo وهكذا هس هس do you enjoy skiing تحب انت التزلج تستمتع بالتزلج i've never been before ابد ما ذاهب الى التزلج يعني been تشتغل شغل go اوكي اهنا انا عندي رياضة منت هي bio ng في been كأنه go لين اتم نفس الاستخدام فعرفتو انا لاش استخدمت بهذا الشكل جودو استخدم اياها الضان basketball استخدم اياها played وسking استخدم اياها been او go اذا الى هنا انتهي درس اليوم شكرا لكم وانتظرنا في درس جديد